اب هذه المدينة المنسية من الحكومة الشرعية والتحالف الخاضعة لسلطة القوة والقهر تعيش كارثة متفاقمة فبعد ان اصبحت ميليشيا الحوث القاتل الاول في هذه المحافظة يأتي وباء الكوليرا ليحل في المرتبة الثانية بعد ان اودى بحياة 136 حالة خلال ثلاثة اشهر فيما 30 الف حالة مصابة يهددها ذات المصير اب الغنية في كل شيء يطحن الفقر سكانها ويعجزون عن توفير احتياجاتهم الطبية والغذائية فهذه المحافظة باتت تعيش بمعزل عن المنظمات الطبية نتيجة الفساد الذي ضرب ملف الاغاثة واثر على مشاريعه والابتزاز الذي مارسته الميليشيا ضد التواقم وفرق بقية المنظمات منها منظمة اطباء بلا حدود تصعب الحياة على سكان اب وتتعسر ممكنات العيش وهم يقبعون على هامش الاهتمام المحلي والدولي فيرتفع الضحايا من المدنيين من قتلة تجاوروا في المظالم وغياب الدولة والقانون لم يقف الامر عند هذا الحد حتى المقابر والاوقاف صارت هي الاخرى مسرحا للسطو والنهب والتقاسم بين نافذي الميليشيا انفسهم وارتفع نصيب هذه المحافظة من الجريمة الجنائية والمجتمعية ظاهرة فسرها مراقبون بانها انعكاس للهدر غير المسبوق للحقوق وفي مقدمتها الحق في الحياة منذ ان وطأت اقدام الميليشيا هذه المحافظة التي اصبح القتل والنهب والتدمير فيها شأنا يوميا خالصا اشتركوا في القناة